بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وعظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام أحد الأمهات تقول عندما أتعصب على أولادي أدعو عليهم غصبا علي فهل يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائي أم لا وكثير ربما من الآباء والأمهات في لحظة غضب على الأولاد يدعون عليهم بكلمات وهذه الكلمات تخرج من أفواههم جبرا وليس به إرادتهم ويخشون بعد ذلك هل الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائهم الله سبحانه وتعالى من باب رحمته لا يستجيب دائما لدعاء الأم في لحظة غضبها أو دعاء الأم في لحظة غضبه لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لا قضي إليهم أجلهم أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعجل للإنسان الشر كاستعجاله للخير الله سبحانه وتعالى دائما في الأعم الأغلب عندما يستمع للأم تدعو لأولادها بالخير يستجيب فورا كذلك عندما يسمع الأب يدعو لأولاده بالخير يستجيب له فورا دعاء الوالد لولده أسرع من السكين في اللحم كما جاء في الروايات الشريفة ودعاء الأم بحق ولدها مستجاب ولكن ولكن هذا لا يعني أبدا في كل الأوقات الله سبحانه وتعالى لا يستجيب ربما في لحظة من اللحظات يتوافق هذا الغضب من قبل الأم مع ساعة إجابة وهي من كل قلبها تدعو بأن الله سبحانه وتعالى لا يوفق ولدها في حياته بعض الأمهات تقول بنص العبارة باللهجة العامية الله لي وفقك الله لي رزقك الله لي هنيك الله لي عافيك في لحظة غضب ربما تأتي مع ساعة استجابة والله سبحانه وتعالى يستجيب للدعاء فورا ويبقى هذا الولد ولدك يبقى طوال حياته لا يرى التوفيق في دراسة لا في عمل لا راح في زواج لا في أولاد لا يرى صحة في بدنه عافية في بدنه لا يرى حياة مستقرة لدعاء أنت قد دعوت عليه وخصوصا دعاء الأم مستجاب لا محالة لذلك نجد أن أحد الأمهات تأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام وتقول له يا ابن رسول لا ولدي لا يوفق في أي اتجاه يتجه إليه ولدي غير موفق في أي اتجاه يتجه إليه في الدراسة في العليم في الزواج في أي شيء في التجارة لا يتوافق فقال إبني أخشى بأنك من الأمهات اللواتي يدعين على أولادهن فقالت نعم عندما أعصف فأنا ماذا أدعو على أولادي فقال إذن ارجعي وسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له يجب أن يرضى قلبك عليه وإلا لا فائدة وإلا لا فائدة من أن يتوجه ولو في اليوم إلى ألف باب وباب فالإمام الصادق عليه السلام قال لها بنص العبارة أخشى أنك من الأمهات اللواتي يدعين على أولادهن من النساء اللواتي يدعين على أولادهن فقالت نعم فقال لو توجه ولدك أو توجه ولدك لألف باب من أبواب الحياة لن يوفق بما أنك تدعين عليه وفي بعض الأحيان ليس فقط ليس فقط الكلمات الدعائية على الأولاد الله لا يوفق الله لا يرزقه لا مجرد الإنزعاج مجرد الغضب من الولد من دون التفوه بأي كلمة يؤدي إلى عدم توفيق الأولاد نلاحظ أن تلك الأم التي كان ولدها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وجاهد بين يدي رسول الله وجرح في المعركة وأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يجعله ينطق الشهادتين فلم يستطع وهو النبي الأكرم وهذا الشاب من المؤمنين وقاتل بين يدي رسول الله لم ينفع لم يوفق للنطق بالشهادتين لماذا؟ لأن أمه كانت غير راضية رسول الله لم يستطع أن يشفع لهذا الشاب لأن أمه كانت منزعجة منه قاتل في سبيل الله لم يوفق للنطق الشهادتين وكاد أن يذهب إلى النار لأن أمه غير راضية عنه فجاء رسول الله وسأل الناس عن أمه فجاءت فقال لأجل إرضي عنه فرضيت عنه فنطق بالشهادتين واستشهد يعني رضوان الله عليه إذن شاهد حديثنا في بعض الأحيان مجرد انزعاج الأم من ابنتها انزعاج الأم من أولادها على طوال اليوم هي ما أخذ صورة سلبية عن بيتها هي ما أخذ صورة سلبية عن ولدها اعرفي جيدا من ناحية الدراسة ما يتوفقون من ناحية الزواج لا يسعدون من ناحية الذرية يتعبون من ناحية الرزق يتعبون إلى غير ذلك ما دام انت غير راضية من قلب ولسان فقط هذا اللي سمع فعل أمي ما دام لم ترضى من داخل وعمق قلبها على بناتها وأولادها لن يوفقوا في الحياة يعني ليس الأمر متوقف فقط على أنها تتلفظ بكلمات الانزعاج اليومي من الأولاد وهم حقا يقومون بإغضابها وعدم احترامها البنت ربما لا تطيع أمها الولد لا يطيع أمه بهذه الصورة فلتعرف الأم مجرد أنها تنزعج منه أو منها فهذا الشخص لن يوفق في الحياة أبدا لذلك عودا على أبدا كما يقول علماؤنا الأعلى يعني هناك أدعية حذر منها النبي صلى الله عليه وآله ألا يدعو بها الإنسان أبدا وهو دعاء الأم على أولادها فإنه مستجاب دعاء الأب على أولاده فإنه مستجاب هذه أدعية حذر النبي صلى الله عليه وآله كثيرا منها لأنها توافق ربما لحظة استجابة ساعة استجابة وإذا بهذا الشاب وهذه الشاب يعيشان طوال حياتهما ببؤس وشقاء والأم لا تعرف ذلك ويكبر هذا الشاب يعني يكبر هذا الولد وتكبر البنت ويتورط الأهل بهما الأم يعني تضع لها النذور لتتزوج تضع لها النذور لتنجاح تضع لها النذور لعافيتها فلا ينفع كذلك الأم تضع النذور لولدها ليجد عملا ليتزوج ليتعافى فلا ينفع لماذا كما قال الإمام الصادق عليه السلام ربما أنت من النساء اللواتي كنت تدعين على أولادك يروي أحد العلماء بأنه كان كان صحيح القدم رجله رجله كان صحيح وسليم وعندما كبر رآه الطلب يمشي وهو أعرج فعندما سئل عن السبب قال في يوم من الأيام كان هناك عصفور على شجرة فصعدت الشجرة و يعني أمسكت بالعصفور أراد أن يطير وإذا بي أمسكه بشكل جيد فكسرت قدم العصفور وأمي رأتني بهذه الصورة فقالت كسر الله قدمك وما مر يوم أو بعض يوم حتى سقطت من الشجرة وكسرت قدمي وطابت على عيب فبقيت أعرج إلى هذا اليوم هكذا هو دعاء الأم يؤثر ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله من هكذا أدعيه برنامج صباحات والعيام محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام